كيف موضوع طرق حامد بالذات يعني انت زميلت طرق حامد فترة طويلة وانت عقف نطرق لعيب راجل والحقيقة يعني انا مكنتش اتمنى ان هو يعني يوصل الامور للمرحلة دي كنت اتمنى ان هو يحل بشكل افضل يعني انت رقى كيف موضوع طرق حامد يعني انت شايف الموضوع رايح على فين انا اتمنى ان اتحلق ان طرق من لعيبة المؤثرة جدا في الزمالك اخر سبع سنين بصراحة يعني هو كابتن خلان اقتيناه ان طرق مثلا في فضله تلاث ايربع سنين في الملعب يعني انا طريق نهاره مشاوالله اربعة وثippين سنة فممكن ثلاثين ثلاثة في الملعب انا بشوف ان هو ينهي مصيره في ناند الزمالك يعني مثلا لو هو نات الزمالك عايز يجدده تلاث سنين باتمنى ان هو يكمل التلاث سنين او العقد اللي هتعمل له وبعد كده لو هو عايز يخرج يخرج لو هو عايز يبطل هايبطل لانه هايبطل في النادي اللي قاعد فيه اللي عمله كل حاجة في حياته لان نات الزمالك تبخره على الناس كلها طبعا فانا بتمنى ان طارق يكمل في نات الزمالك الفترة الاخيرة دي والسنتين التلات اللي فضلوله هو يلعبهم في نات الزمالك والناس عايزاه والناس اكيد الاركام اللي ما تروحة لطارق اركام كويسة جدا ما اعتقيتش انها اركام وحشة في ظل ان مصر كل ايه بتاخد اركام كويسة جدا دلوقتي الكرة في مصر كلها اركام كبيرة جدا للفترة دي فانا بشوف ان طارق يعني يبصوا مستقبليا للحل تل قدام ما يبصش تحت رجلو دلوقتي اصدق بعد ما هتزم اه بعد ما تبطل انت هتبقى راجل من اساطير نات الزمالك اللي لعبت حوالي 10 سين في النادي اللي خدوا البطولات يعني موضوع هتختلف معك تماما بعد كده قدام عكس لو مشيت دلوقتي مثلا كابتل هتتحسب ان انت مشيت وبعت النادي ومشيت والناس مش هتفتكرلك بقى الحاجة كويسة بتاع الزمال لا الناس هتفتكرلك الحاجة الوحشة بقى انت سيبت النادي في ظروف صعبة ف ف الظروف النادي محتاجك فيها ف الظروف ان'ما فيش كيد في النادي ف حدين انت هتسيب مشارك كبيرة جدًا لدي هوenson زماله فادستقود عليك بالقى後 بعد كده بالسلب لما تيجي مثلا الناس هتفتكركع بعد اكده لا هذا طارق سابنا في ظروف مش كويسة فالناس هتفتكر دايما فتفتكر الحاجة كويسة تطرق الوحش اobymm رأيك كيف شكبالا? شايفت ازاي؟ يعني شكبالا قدر ما شاء الله عليه انه هو يعني انه هو يعني يرجع نفسه 7-8 سنين ورا بحفظه على نفسه وانه هو دلوقتي ما شاء الله بقى فتة اكتر حتى من ناقت العقلية والنطقة ما بقاش يدخل نفسه في مشاكل كتير رأيك كيف موضوعه شكبالا؟ هو دلي كان رأيك شكبالا زمان كان الموضوع اختلف تمام معا يعني رأيك شكبالا كان عمل كب من زمان كانت موضوعها كان اختلف تماما